اشتركوا في القناة استخدم السكر الناعم بس ماشي؟ ما تنسى؟ ولازم تنتبه على العجينة مني تمام كلها يعطون عمي كلها عمي واضح لكن انت شو مفكرة حالك؟ هذا مو مطعمك إذا كنتي نسياني كيف بتتجرأي تتأمري على الموظفين؟ ما تعيد هاي الحركة مرة تانية؟ عم تفهم؟ لأنه يمكن تنضرب على وشك ماشي؟ على الأقل فهم بالأول قبل ما تعيت إيه؟ منيح ما كنت جاية كرمال انقل مطعمة على اسمي أنا أو جاية لحتى اسرق شي شغلة من دون هلمك مثلا؟ شو؟ ليكون ما عجبك حكي صح؟ أوه وعلى كلين أنا عم ساعدك لأنه أنت ما رح تطلب مني لهيك أنا قررت ساعدك بدون ما تطلب لوحدك بس قوحك تفكر أنه أنا عملت هيك معناتها بكون نسيت كل شي عملتوا فيني قبل أنا بالعادة ما بدخل حياتي الشخصية مع شغلي أبدا ما بتسير وكمان هالوصفة هاي بتخص ماما وإنت يمكن سرقتها بدون ما تحس بس أكيد أنا ما رح أنزع هاي الوصفة لهيك أنا عم ساعدك هلأ بعدين إذا ما بتقدر تعمله فيك تطلب مساعدتي طلب المساعدة ما نوعيب وهذا الموضوع ما فيه انتقاص لحضرتك أبدا فهمت؟ دو بتمنى تعطيني رأيك بهاي الأكلة رائع شي بشهي استاذ رح نقدمها ومن بعدها بلشنا بالمشروع تبعنا رجاءً تفضلوا رجاءً تطBOعه أنا متأكد أنه راح تعجبوا كتير أنا بتمنى من كل قلبي أنه تعجبون هاي الأكل أنت فيك تروح تفضلوا حبانا الأكلة طعمتها بتجنن شكرا شرفتين عن جد كتير طيبة ما كنت بعرف من قبل أنه هالحلو الطيب رح لاقي عندك سيد شوريا لو سمحت بدنا نقابل الطباخ اللي ساواها وبتمنى قابل زوجتك أكيد عن إذنك تفضل حبيبتي تفضل حبيبتي حبوا الطبق هني نحبوا الطبق كتير أنا بدي أتشكركم كل يادكم شكرا من كل قلبي أستاذ الفضل كله للمدام مهك المستثمرين بدوني قابلوك شوي لهيك إذا ممكن يا ريت تتفضلي معي يلا معيك تعالي عاجتش رأي أنا كتير مبسوط حاجتها كتير بس لحسن بدي إليك شي مهم اشتركوا في القناة 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 صح أنت فزدي بس بدي أعتذر منك شوريا هذا هو الفريق الموهوب بالطبخ واللي حضر هذا الطبخ قدامك هاي آنو هي أصغر عضو بالفريق وهذا الطبخ كاران واللي هو حضر الطبخ وكمان الشخص اللي عطى هاي الطعمة الشخص اللي أشرف على الطبخ الشخص اللي عمل الصلصة والشخص اللي علمهم كل ياته هالشخص هو واقف قدامكم شوريا كان آه فكرنا إنو مرتك هي الطباخة مو هي؟ ما كان على الطبق لمرتك سيد شوريا لا أستاذ هي بس بتطبخ بالبيت مو أكتر بصراحة هي حتى ما إجيت على المطعم هي ما إلا علاقة بأكل المطعم بنو هذا الطبق بيخص أمه بس أكل اليوم وهالطبق بالذات أنا اللي حضرته تهانينا شوريا أهلا وسهلا فيك شرفتم شكراً رح رافقكم شوريا شوريا شكراً شكراً شو صر؟ شو أنت ما رح تعلميني طريقتك؟ مهيك بيقولوا إنو في كتير رجال صاروا مهمين بمساعدة زوجاتهم طبعاً ونجاحي هاد كان سببه أنت بس أنت أبداً أبداً ما إلك أي تأدير أبداً إذا بتحاولي شي مرة أنك تحكي فرح تتدمر يسدي واعتبري تهديد عم نبهك أنت شو كنتي مفكرة؟ بدك مني أطلب مساعدتك؟ مهيك شار ما اللي قدامك مو شخص عادي ما بيطلب مساعدة بس بينجح بس بينجح فهمتي؟ بعرف كتير منيح يا شور يا كنة بعرف أنك ما بتطلب المساعدة بس بتسرق بهي الدنيا في حدا بيكون منيح وفي حدا بيكون من جواته سيء وإنتي على فكرة جواتك بس الشخص السيء بترجعكي وبعتذر وشكراً هدول الكلمات ما بتعرف معناهن أبداً أنا بدي أغير لك هاي العادة وراح تشوف يا شوريا ترجمة نانسي قنقر سمعوني رح أحرقكن وعلي ما رح تقدروا شو صار لك فيكي؟ أنت ليش هم تحاكي حالك هيك؟ حبي أكيد طالع حلو كتير صح؟ لا بصراحة مبين أنك مو طبيعي حبي رح يجي يوم وراح خليكي فخورة فيني ايه وتذكري أنا رح فاجئك كتير كتير ذيكي حبيبي بالأول لازم أنه تساوي شي لبشرتك حبي رح ساوي شي بعدين أنا رح أتشمس وبعدين رح صير حدا كتير مميز حدا مميز؟ شو يعني؟ مميز يعني طويل أسمر حلو وأنيق حلو وأنيق وأسمر وأسمر أنا عن جد آسف محك شو صح؟ أنت منيحة؟ أسمر آسف محك بس أنت أبداً ما إليك أي تأتي إذا بتحاولي شي مرة إنك تحكي فرح تتدمري واعتبري تهديد بس ما تكوني احترقتي كمان بنتي ما هيك شو صاير شو القصة احكي أي شي شو قالك ابني شوريا خالدي أنا ما عاد أقدر أتحمل أكتر من هيك كل اللي بدي أعني يرجع لحياتي القديمة يرجع لعائلتي أنا ما عاد أقدر أتحمل أكتر الشي اللي عملوا فيني شوريا اليوم كتير سيء بس بنتي أول شي خبريني شو صار بعدين نحن منتصرف خالتي أنا اليوم رحت على مطعم شوريا وهنيك لاحظت أنه الكل كان عم يتعذب لحطي حضروا الحلو اللي طلبوا شوريا وبتعرفي صورة مطعم شوريا كانت بخطر كتير كبير لأن المستثمرين بدون يدوقوا هذا الطبق بالذات فوق كل شي عملوا معي شوريا قبل حضرت هذا الطبق مش عنا هو أمي هي اللي علمتني هالوصفة وكرماله هو أنا قبلت أن يساعده وغير هيك خفت لأنه سمعت شوريا كانت بخطر بعد ما أكلوا المستثمرين كان بدون يقابلوني بس شوريا خدعني وقتا وحبسني جوات غرفة أنا ما كان بدي أي تأدير أنا أنا ما كان بدي أنه يشكرني رح أعمل أي شي بقدر عليه بشانه هو بس أنا مو بس أنا مو سيئة بنوب مو سيئة لحتى يعملني بهالطريقة هاي ما عندي أي مشكلة إنه شوريا يأخد كل التأدير خالتي بس أنا مزعوجة مزعوجة كتير من طريقة تصرفه ماي هالشي عم يجرحني كتير هذا الشي بشانه يا تركيزي بقدر يكون أناني لهالدرجة هاي هذا مو كل شي ساوى قال هو ما بيطلب هو بيأخد بس خالتي أنا بحس أحياناً أني حطيت سيقتي كله بالشخص الغلط وكنت غلطانة ما بتوقعني أدراني يغير شوريا ولا وبعدين أنا تعبت كتير يا خالتي تعبت ومخنو وأكبر بنتي المطبخ أحسن مكان ترتاحي فيه وحتى بمثل هيك محن المكان يلي بتحتاجيه هو هون بل شي بالطبخ لبي كلزعلك لفرح وحاولي أنك تنسي كل شي صار وما تخلي شي دايقك وجهزي حالك حتى تبلشي حياة بنمط جديد اليوم لا يا خالتي ما عد في فايدة من هذا الحكي كله لما بيتعلق الموضوع بالحب وبالحياة ما رح ندور على الشي المنيح بس بنتي الشغلات المنيحة دائما بيجي معها شغلات سيئة بحياتنا العاصفة مثلا ممكن تقلع عجار كبيرة بس بالمقابل العشب ما بيتأثر بهالشي بنتي مهما كانت العاصفة قوية ما رح تشيل العشب من الأرض أبدا يا بنتي صدقيني ما في شي ممكن يضر العشب ويموته لو شو ما صار وانتي مثل هذا العشب تماما ما تيأسي من أي شي وانتي مرة قوية ما لازم تستسلمي بهالسهولة يا بنتي ما تخلي هالمشاكل تحبتك مهك الوقت كتير مهم الوقت كفيل إنه غير كل شي حتى العاطفة يا بنتي الوقت كفيلة غيره الإنسان متعود دائما على التغيير بكل الظروف لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها